ويأتي الفقد بما لا يشتهي قلبه المحب عمر غادي عشق الناس وابغاها من كل قلبه ورغم الخبطة العائلة دياله واعترافاته بلي أنها عائلة سامة إلا وأنه غادي تحدى كل شيء باش يتوجب الناس اللي حتى هي غادي تكون معاه في المرة قبل الحلوة لكن شاء القدر وغادي يكتب لهم مستقبل وحد آخر اللي ما كانوش مستعدين له وخصوصا غادي يكون على الناس أمر قاسي فاخليكم معايا حلقة الليلة وغادي تكون شوية قاسي على القلوب لكن ربما غادي تفيقنا ولا تعطينا درس فابقوا معايا سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميليك كنتم لناكم تكونوا بيخير وعلى خير وموركم هنية وأحوالكم طيبة لمؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد أينما كنتم وغادي تغير مبشركم باللي أنه في الحلقة نتابعة غدا إن شاء الله غادي تكون صوت وصورة أخيرا لأنه العطلة ديالي أشرفت على النهاية ديالها قولنا نبدأ في حلقة الليلة وغيت نقول لكم تفعلوا الجرس إذا ما كنتوش ما زال نفعلينه باش تكونوا من الأولين اللي كيتوصلوا بالفيديوهات كيف مما كنت تحط تقريبا من شكل يومي فخير ما تطلش لكم أكثر ونقول لكم يالله لنا أبدأ أنا إناس حليت عيني وسط وليدية وزوج أخواتي لليون كينين في الخارج أخويا سكن معانا أنا هي صغيرة كنت من فشة عند وليدية واللي حليت عليها عيني كالقها أعيشين على قدنا ماما ربت بيت وبابا خدام واحد جدين اللي يرحموا واللي غادي تكفل بيا وداني المدينة أخرى لكن لما توفى أرجعت عند وليدي وبقيت مع أخوتي عيشة معهم كنت أنا هي العزيزة عندهم أغير نبكي ولا نقولوا مريضة ما يتلقوش مني وما يخليهم ما يديروا عليا خرجت من تاسع عامل القرية ودخلت للصنعة تخلصوا علي وليدية حتى شديت ثلاثين ساعة ديبلومات كنت عيشة بيخير ومهنية تلواحد نهار وأنا عندي ينادك ستاعتشين سنة دخلت الفيسبوك ديالي يغادي يطلع علي وحد دري وبقيناك نهضره سلام لا باس لا باس بقيناك نجمعه دست خمستاش اليوم دخلنا في علاقة ولينا نهضره حتى تورفنا حتى غادي نصفت لي واحد نار شوف أخويا دب احنا نقدره نجمعه كيف ما بغينا ولكن عمرك تحلم أنك تلقى بي حيتاش عائتي ما كتخلينيش نخرج بدون سبب وخصوصا أنه ما عنديش صاحبة اللي ندير بيها سبب حيتاش منعينها علي الدار غادي يقولي أنا نوي معاك المعقول وعطني غير شوية ديال الوقت نشد عطلا في خدمتي ونجي بدارنا ونجي أنا داك كانت هو في عمرو 29 سنة وكيف قلت لكم أنا 26 سنة غادي شدو كونجي وجهو ودارهم وهم قبلوا تحنا قبلونا داستمودة بدوك يقولوا لي لا ما بغيناش لك ديك البنت إناس حتى شغدين نخطبو لك بنت خالتك قليهم لا أنا منها ما نخلق إذا ما اديتهاش هي صافي بلاش وبقى مصر إذا ما بغيتوش غادي نوقف على أموري الراسي المهم عائلتو شافوا حتى عياو وجو بزز منهم فاش جو ما ماما ما تتاحتش وغادي تقول لي كون غير درسي بالنقص هادش رابعين ما غاديش يكمل بالخير لا ماما أنا تنبغي هوتي يبغيني ومحتار مني ومقدب معايا وما كيبغينيش نتآذا هنا دارهم غا يبقوا كل مرة كيقولوا ليها إناس فعلة وطاركة وخيبة أولا غادي يطلب مني أنني نخلي ما بيني وما بي العائلة ديالو واحد المسافة لأنا وعائلته ما كاتسواش وكيتعطوا للسحر ولكن ما يقدرش يبطلهم حيث هم دائرين بحلاكات غادي جي نهار خطبتي كنت فرحانة وموجدة ولابس القفطين ديالي خضر عارضنا العائلات وطرقين موسيقات سنشطحوا مع بعضياتنا شوية هم داخلين أخوتاتهم ومو بلا مكياج ممزوقين ما لابسين مزيان ما والو ناشفين بحيلة جاي اللعزو هو بقى في الحال بذكر حرقة قال لي يا شوف يا إنس عائلتي كيفاش فرحاني لك شوفينا كيفاش جاي عائلتي بقى لي شوية ويبكي عليا بقيت لهيه ونقول لي بلي أنا وضي الأمر عادي وبلي أنا وما تسوقش لمهم إحنا كنبغوا بعضياتنا وخذي نكملوا وصلات وقت تركاب الخواتم ووقفت عليه أمو لما تركبوش الخواتم دابع حيش اخسك راطحت بمعنى جوها لا رياح بمعنى أنه شدوها ججون وقد كنت تركب في الأرض وعارضك شي ديالهم وسيصر باش أنه يركب لي الخاتم هو الأول من بعد درنات سواس ومشا في حاله عائلته ما كمنوش معنا الليلة تبعاتهم ماما وبابا أخويا يكلها بس لان لوانو غير في لانارة مريضة شوية وخاصنا نديوها ترتاح عائلتي أنا كانوا تيكبروا بهم من بعد ديك الخطبة كل مرة كانوا كيجوا عندنا بلا ما يعلمونا تخيلوا أن أبا تيجي مع تمنية ديالصباح لدرجة أنا ذاك خطبيتي يقول يا ورا هادو عيقو وباركة كان يقول لهم ورا كونك تقتلو دوك الناس وبلا ما نقول لكم ماما كيفاش كالضيفهم وشنوك تحط اللح اللي تعلها فمك تلقيها غادي تدوز مدة وغادي نتفعلو وراق باش أنا ننذيرو العقد بحكم أنه خطبي عمر خدتم في مدينة وحدة أخرى وفي حد العمل لي ودي المخزن بقينا كانت سنوف وقاش يخرجوا ليه بقاك يقول يا اليوم غضاء اليوم غضاء وكل مرة وطلع نازل تيسول وتيقولوا ليه بلي أنه مرة قربوا غادي خرجوا ليه لوراق وأخيرا من مرة شهر وبقال يا يومين على العقد غادي قل ليه يجمع حوجاتك ووجدي راني غادي نجي نعطي لباك صداق هما عائلتو مني نسمعو شنو دار معايا غادي عيطوا ليه أحقب باكرا غادي دي العملية دي المرارة وهدي وهدي با أنا دايك ما كانش مرض بالمرارة كان مشغير عن طبيب كان ليه عندك شي حاجة في الكلاوي وعطاه الدواء وكان بيخير المهم غادي نجلوا العقد وبقناة تاني كانت سنو أنا أنا داك ماما غادي تشيري ليه واحد دمنيج نتعدى بك هادية ليه بعد كيف دارت معاقي أخواتي قل ما يتوجه أنا فاشفت عمر خاطبي مزير غادي نبيعو بلا ما نفكر وعطته الفلوس وقلت ربي غادي عوض وهنا ما ننطر غادي يقولوا ليه بكرة مريض شفحتها وقال ليه شو غادي نديرها ايناس أعطيهم عمر البركة اللي عطيتك للا هادو فلوسك انتيا ما غاديش نعطيها ليهم للا غير عطيهم عشي مشكل لأنه كانت المانضة ديالو محدودة كيش دامنا وكيحطها في هنا وكتالي لي كان كل مرة عمر تيبغي يصفت لي الفلوس وكنت كان نرفض حيزش كنت ساكنة مع وليدي لما مخليني منوارو وماما كانت كتقول لي يا تقليد عليك ايناس ما تشدي من عند عمر تاشي حاجة يالله يتكافى باش أنا كنت وجزو مستقبلكم وباش حتى تصبيق متعدر اللي بغي يشري المهم دا تمود وعلمهم باللي أنه في نهار الفلاني غادي نمشي نعقد أنا و ايناس وهاد المرة ما غاديش نبدل الوقت وخيصر اللي صرا وصل النهار الموعود وجداني وريدية قالوا لي سمعوا عمر حنا ما بغينا لا استقلها والو بغيناك تدير بنتنا في عينيك حيزاش حنا بنتنا ما بيعينهاش ولي قدرك عليه مولانا حتى درهم حتى مشينا درنا العقد لي مشا معنا ابا وخرج من عند العدول قبل ما نعقده مبروكية تالية وما قال هاش لي عمر غادي عندك بابا وقال ليه بنتك في رعاية ورعاية الله ومن فوق من راسي كل شي كان حلي يحبوه في عائلتي وخما عمرهم ارتاحوا لعائلته المهم درنا عشيوه عرضت ماما لكل شي نشتنا ورغم الحساسيات دي العائلته اللي عمر ما تفهم لي السبب لي سبعيان بالضبط من مرة الكتبة سافرت عنا وراجلي واحد يومين رجعنا وغي بدي يكون نقالت حتى كان سمع قلبه تيضرب بغي يخرج من بلاسه وفي نفس هاد الوقت جيت عن بابا تنجري باش نطلع عليه فش وصلت غادي نعيط لي هون سولو كيفاش بقيتي غادي يقول لي لا باس شوية واش مشيت عن طبيب عمر كيفما تتفقنا اه راني مشيت عنده عندي شي حاجة خفيفة في الكلاوي انا غادي نهزح ويجي عاوتاني فش طمأنيت على بابا وغادي نرجع اللي عنده وهنا فين غادي نقرر باش انه ناخد بارطما اللي غادي نشتها بالكريدي اللي فيها زوج بيوت وصالون وكوزينة ومرح ما عندوش ولكن كان مقاتل على ادنى ما ما غادي تكلف انا هتأتت لنا الدار هما دارهم بدأوا يعيطوا عليه ويقولوا لي احنا غادي نشدوا هاد البيت الفلاني لا عارشي شنو احنا غادي نجي نسكنو معاك وتيقول لهم غير اه وخة وانا بالعكس كنتا نقول مخصنيش مقابو حدي في هاد المدينة بغيتي يجي شي حد منهم يعيش معانا المهم هو فش كاتوصل ليه الوقت باش كينتاقل في شي خدمة كيجيبني لدار عند وليدي وهما كانوا كيعيطوا عليه وكيقولوا لي ووالي وجيبها لنا وهو كان تيرفض لا غير خليوا معا وليدي هات ونسوهما معاهم حد من بعد غادي ندوي لي نسوه الفعا دي كالقسيد في الخدمة ولكن حالته قالوا عمر وش كتسمعني جوبني غادي جوبني بوحد طريقة ان فمو حوج وما كتخش للهضرة مالك عمر نقض صاحبو الليحدة وقال له واحدة صاحبي معملين الدار ما كتضحك قال له لا النهراني ما سنضحكش وديك الساعة طاح وغيب قالوا قالوا كان سمع غير عيطوا لامبيولونس أنا ديك الساعة طرت من بلاستي ومشيت للمدينة فين تيخدم وفين عندنا الدار ديالنا مشيت أنا وماما وبابا كان جريوا مع العيم أنا وماما عيطت على أمو وقالت لاشوفي سير يجري عند ولدك عرف حالة ما شئيه هذي كانت قريبة لي تخيلوا ما مشوش وما عيطوش ما تسوقوش ليها أصلا وصلت لهم تنسول خديت معلومات من خدمته ومشيت للسبطار قالوا لي يبلي أنا ودوه المدينة وحد أخرى عدت لني وصلت لتمة تتلاتة نتعليل وما بغو شي يدخلوني بقيت الصباح مع التمنية تنقلب على شي باب كيفاش يدخلوني بديت كان أعطري وشهق وهو مغيب بديت نسول مالو شنو عنده عنده جلطة دماغية والماء في الدماغ ونازيف المهم ما خلوا وما قالوا لي جاءوا الحقوا علي اخواتي كل شي الحق علي في الطيارة اللولى أخوتي غادي اقترحوا لي أنا لنهز لواحد سبيطار باخور معروف اعجخوه ما جاءت لمو لاباه لحتى شي حد في ذاك اللول قلت لي هون سبيطار قلوا لبابا ستاة المليون وعطار شك ديالو قلوا لهم باللي غير شوفو شنو تقدروا تدير وصف المهم التعتق السيد واخا جيبوه وسيرو جيبو السكانير وليغيم وهذي وهذي شو قالوا لنا سمعوا احنا ما نقدروش ندير لهذه العمالية حيث السيد فايت في الفوت منهم قالوا لي هذ الكلام رجعنا للسبيطار سنتبعوا لي واحد الدوح ستتحصل حاله وانهم كانوا ندخل نشوفو وقسم بالله وربي شهد لي ضروري خاصة نعطي الفلوس دي ما عطي مياه الدرهم وبابا كذلك وماما كل شي كان يعطاني غير باش نبقى نشوفو واحد الراجل خالتي كان خدام في منصب كبير في المدينة سيضع مع الطبيب اللي بلو لا كيشرب شدوى دي لو لشي حاجة لا أنا مفرص يوالو وفي صيح بخير كل شي هو ذاك من انت صلت وسمعات بلي أنا غادي دي العملية غادي يجيو وسولتهم وش عمر كان مريض وش تشرب شدوى وش كان عندو شي حاجة مزمنة لا لا أخو ما عندو والو هم تشرب المهم دارولي العملية بقيت نتسنى من ربعة دي الصباح أنا والي دي ما مضتش لين العين فهذا اللحظة أقسم لكم بالله لم العساد كان صلو وكان دعي الله وكان قرأ القرآن وكان مع العين قاعد اللي من قبل دوس هم خيبين وهذي غادي تكون أكفس الليلة شوية غادي بدأ نعيط على نوامر تعم ممرضين اللي فيهم النوبة دي الليلة كنت واخد نوامر لهم باش انهم يجيبوا لي الخبار قالوا صبري واحد شوية اللو اللو غادي نجي نشوف واخا عشي شنو جيبي معك 500 دريم بلاحش مه بلاحية وخفت علي انظر لاحمد الله رنجحت العملية اللولة والتانية بخير وصحيح وبسلام ودابا انا جاي نطلع لي بهاد الحالة دخلت شفتو وهلو ما كين شف العالم بغيب تنسو لهم واشف فقط يقول ليا آه داروا لي العملية في الرأس قالوا لي كل شي عندهم مزيان دابا غطلب الله يدير شي خير غادي دور لي السكان وقاب لي خاص عملي ثانية ضرورية في الجيان نصف يد للرأس اللي كتحكم في الدات غادي دور هلي ولكن لأسف ما نجحت هزو يديهم عائلتي بدأوا يضربو كيف يفكرو كيف يبتلو ذاك الكلينيك فاش قررنا غادي يوقف علي وحط وقال لي يا شوف عبنتي فين هذي تدي غادي غير تخسر الفلوس عمرنا وعمره عند الله عارجنا غير في مولانا عارج اللي قدروا علي الأطباء داروه لا لا ما داروش عارب بقي ما زال شوف را ما فاقش لحركة ولا سكون شوف هاي ناس هذي العملية بنتي را صعيبة ولي أول مرة غادي ترفض السبطر أبقي ساكك المدة 17 اليوم مشت عائلته وجا واحد خوه من الخارج مشا شافه وتخيلو وجا عندي وعطاني خمس هندريم علاش ولاش ما فهمتش غادي قولي احنا كنا بغيناك ولكن شوفت شحال كان يبغيك هو وشحال حار بما اللي انطار على ودك ولكن صبري وحياتك را ما غادي شوق هنا تقدري تعود تزوجي وإذا قاف غادي يفق مش الليل قال هل يبقي ممت الوقاحة مشا في حال وبقي يجيني الوثواث انه إذا حيته عمر غادي يموت بريد نعي الشيطان عدو نشطر عجيم عدو عدو نشطر عجيم مع الفجر بالضبط غادي ننوض نصو نصلي ونبكي وندعي الله تقرب للمولانا الواحد درجة ما يمكن ش اللي ما عمر ندرت ها في حياتي وصلت تمانية دي الصباح وغادي نوجد باش مشي نشوف بحل كل نهار من تمانية تل وحد ومن الربعة ثل ستة بابا اللي نمشي معي ما لقيت وش دويت لي تقولي انا مع عمك فلان في القهوة وعيلي بابا شو تدير في القهوة مع الصباح مولفش ليك انا مدخلتش لي القضية للراس غادي نعيط على واحد اللي فرملي تم اللي الوحيد ما كيبغيش يشد من عندي الفلوس سلام بخويا اناس اختي مرحبة امضر عمر كيف بقى علاش ما عيطوش ليك مع 56 لاش غادي عيطو عليا قولي لي ليا باش ركي غلصة اه شنو كين غير دوي واش فاق بدي كان نضحاك لا امل نسمع خبار زبونا لا لا اختي ناس انا لله وان اله راجعون مو الامنة بدا امنتو اه ثم اه ثم فين غادي تبدأ المعاناة ديالي تاني بديت نبكي بحل الحمقه ماتي يقتش ومشيت حليت الباركون بغيت ننقذ منه ومالين الضار بده وكيش دوني خبط التليفون كان شعري كان دخلت البلاس في الان عاش كالقا خاوية عافكم السيد عمر اللي كان هنا فين هو دابا علا ما عيطوش ليك راه مات ورا في المغسلة كيفاش مات بديت نضحك يك طلعوا الفوق انا مبغيتش نسوع بنهائية الموت ديالو بخاف القرارات ديال سيدري عرف بلي انه عمر امشا هابطوني ماما بتسفر الفيقة هي واحد الراجل لي مكنوش نعرفه غير تلقي بيت مو داروه في الصندوق اللي بديت كان عنق ونبكي ونقول ليه اكتعدنا انك ما تخلينيش عالش كذبت لي عالش ما ديتينيش معاك في نخليتيني وليما نخليتيني ما في كون يمدك الصندوق حتى سخفتهم وهم يجروا وندفع هزوني داروني في الطموبيل ومرجعيني للدار تركوا الهواء لانبكي توصلت في انتي يسكن وليدي وبقوا علي اموال ينظرهم عافك خلينا ندفنو هنا حدا قريب لنا وحسنتي يكون قريب لك معانا كان دارية قريبة منهم ولمشي مشكل بحل هنا بحل هاي تعاضف سمعاهم ودرت ليهم خاطرهم داز النهار ديال الدفن ومشا ورجعوا وانا بقيت فوق القبر كان بكي وكان عنق طراب ونبوس ونظر معاه بغا يدخل لني الحماق جرروني دوني للدار مجديد كل شي يبكي القرآن الحزن شوية بدأ يجرروني يلبس البيض وانا تنرفض وتنحاول نقنعهم بلي انه اراع عمر حي ما كينش لاش اللبس هدك الله رجعوا الله هاهم ما لبسوني كل شي بيض مع ثلاث سنة اللين مشيت لروا وضه ربت ليهم ووقفت على قبره وبدأت نبكي ونغوت ونقول لي شنو واقع وشنو نخلى في الدار انا رانيت انت نتحقر يا عمر ورا داركم تياكل وانت ما كينش وانا شدونا نقول رازي دف والدي حي تجدي ما تقول ما عندناش شدو ديك لبراك شو يبدو كيدو ولي على ديك الدار خاص نسمح ليهم فحقي حي غادي نفرح حي غادي نفرح عمر وولدهم بهذه الطريقة تلو لي دماغي واستغل المشاعر جولي عن ذاك وكتل ما ودير اني ما بقيت لدار لدني لأوالو وخلي لها بحال هك النهار دي الصدق كل شي تخشيف وجوه اخواته اخوه بامو كل شي يأكل ويضحك انا غير تنشوف كامبكي وسكت ما فهمت والو كد قولي واحد جدا فرس كاي ناس انتي الوحيدة اللي كنت يدروي ش عندنا انتي الوحيدة اللي لدارنا حيث 20 يوم ما بقيت كريت وما كان دويش وغير مبلوكية ما قدراش نستوعب الوضع اللي وليت فيه غادي اددوني الصبطار وضرب الي برا وقال 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 وليهم باللي انني عندي كسئة بحد والحزن وددوني عن طبيب وحد اخر ووريدي مساكن تقاتله معايا يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك بلي انا وكان خال كل عمك ولي نسابك غادي اددوني عن طبيب نفساني اللي اعطاني شي دوال بحيلة وقضني وصولني شنو عندك شنو كاين واش بقافي راجلك را كل شي لها واش نتكت تضحك عليها كيفاش كل شي غادي موت واش انا ضحكتي وحياتي مشات را كل شي يمشى مع هاد السيد اعطاني الدوال اللي شربتو ولي كين عسو كيرخي ما ما كانت تطنوضني غير باش تعطاني شو يديل الماكلة ناكل ومع الدوال ونعس وكان بدا كنحلم به بلي انا وما ماتش وبحيلة انا ما كينش هاد العالم بدوا بشوية تينقصوا لي لادوز من الدوال رجعت عن الطبيب بلي غادي يقول لي يا صافي غادي تحيي دي حيش ارجال الوقت فين غادي تتوقضي بخاوي تضربوا معايا تحيتوا ودخلني الواحد السنتر ودخلوا لي البرمي درنا غادي يديروا ما في جهدهم باش انا ما يشغلوا لي الوقت ولكن انا ما كينش في هاد العالم ما مسوقاش وتمقى غير غادة بحيلة سرحة ولي دوا معايا غيرت انشوف فيه ما كان جوبوش ما كان دوش معاه حيدوا لي الدوا وحاولت نرجع لحياتي العادية وجاء العرس انت عختي هاد الفترة بديت كانت تفكر كيفاش كنت غادي نكون انا وياه وتنوجده وش غادي نلبسه غادي ننهار من جديد وطحت ومع ذلك حاولت انا يقوي راسي وبقيت وقفة مع اختي تحت دوجات ولكن وسط هاد الشي كله دموعي مخطونيش ما خليت مادرت باش نبدلجوا صوت طفاري شعري وجهي اي حاجة ادرتها غير باش مبقاش دافنا راسي في ذاك الحزن ولكن ولو درنا ما بقاش يخليوني نبقى بوحدي ولو غير شغلي لي الوقت ومني شافوني انني غادي ندير وكال البابا باش يتكلف ونسمح الدار باش انه ما تبقاش ريبة على عمار الله يرحموا عائلته وقفوا عليها وبدو يقول لي انتي ببغيتي تضيعينا فرزق ولدنا وغدي يدخلوني من الباب لي هما مخيرين فيه واللي هو الباب انتع الشعواذا اللي حضرني منه ولدهم نهار لول ماما غادي تلقى تهوري فيهم كارويات وقوعت لي فيهم تشعويد في الصالون تعال الدار الدرجة تولت انني انت فراسي صفت لي اخوه واحد نهار بلي انه وشو بغيتي تعيشي حياتك والله ما غادي نخليك تعيشيها هنما ما غادي تبدك تجربية من راقي لراقي وكل واحد شنو كي يقول ليها وكل واحد وش حال كي يحسب ليها لدرجة انه في الاخير حطات ثلاثين الفترهم ثلاثة ديال مليون فتشي كله والليس ما كان دير والو غير متقلقوا على سبة وبغا غا نخرج من الدار وما بقاش عندي جهد غادي نمشي عند واحد راقي اللي قلبه بلي انه عندك السحر كانت شافة ليك بنتك كل مرة ماما كانت كانت تحشم وكانت كانت تبنت ليه مية مرة خمسين درهم فجيبوه غير كي يوقف عليه هاد الراقي تنبقى كانت تقج وكانت غوط وكان عير فيه ونبزق عليه عزاكم الله بقى معي حصة مو رحي الصحة توليت شوية ولكن انا اليوم مازال مستمرة في هاد الراقي والتهديدات باقي تيوصلوني من عائد تراجلي وباقى ما عيشش حياتي عادي وباقى وقت ما تفكرته كان صفت ليه اوديوهات في المرتو وفي الواتساب كان عود ليه كل شي وكان قول ليه بلي انه عندك الحق ذك شي لي قلتي على داركم ورا خايبي واناني خسيني أعطيهم تقار بنبدا كان حسب راسي بلي اناني كان نرتاح كل نهار كان قرر واحد شوية من القرآن وكان صدق عليه عائلته خبيتة ومازالتها بعيني باش انهم يضمروني حيث اش بغين الدار اللي انا طلقتها وغادي توصلوا بهم الواقاحة نلقاهم انا وحطوا في الفيسبوك بلي انا مت من غير الاتهامات اللي كي وجهوا ليه بلي اناني انا اللي قتلت ولدهم وولدهم وولدهم اللي ما عمروا وما طلوا عليه ولا تسوق ولا حطوا حتى سنتيم فاش كان في السبيطار فاش كنت انا ووليدية كانت تقادلوا انا اليوم عايشة مع وليديا وبابا وعدني باش انا وغين نكمل فوماسيون جاليل كندير فيها دابة يسفتنا الخارج عند ختي باش نبدأ حيات جديدة وخاصة راحة المستحيل حيجاش عمار غايب قديمة معايا الداخل وفين ما مشيت كانت دي معايا اي واحد لقيت بيتي يقول لي قوي راسك ولكن انا ما عرفاش وما قدراش وانا متأكدى باللي اناني عمرش حد ما زالي قدر ليجي لحياتي من بعد عمر حيجاش بغيت نبقى بحلاكة تنطلقى به عند ربي في الجنة حكيت لكم حكيتي لعلها نتنفس واحد شوية ونقول لي باخير حيجاش محتاجكم انكم تدعوا معايا باش ربي بدل الحال ديالي هذه هي كانت حكيتي وهذه هي كانت حكيتي اناتي يا سيدة يا كرام لكل شيء زكاة وزكاة القلب الحزن اللي داز على ايناس ماشي سهل وانا كنقول لك انه من حقك تتبكي وتخويل لي عندك ولكن ماشي من حقك تتسلمي صراحة ان هذا شيء ماشي سهل وغادي يجي قاسح ولكن هذه هي حال الدنيا ضاروا البلاء وابتلاء لا ضاروا رخاء عمر لو كان بقي حيه كان غادي بغيك تكوني فرحانة ومكمل حياتك عادي وماشي سهل اكيد ولكن خلي قلبك المولانا خلي قلبك الايام وما تفكرش بزاف شنو يقدر يترى من هنا المستقبل لانه الحمدلله اربي نعم على العباد دياله بالنسيان غيجي واحد النهار اللي ماشي غادي تنسي فيه عمر ولكن غادي تنسي الاذا والالم اللي وقع وحياتش الزرح باقي جديد اكيد غادي تكون شي شوية صعيبة عليك غادي تبكي بات خاصة غادي تكتائبي غادي تحزني غادي تفكريه غادي تتمنى لو كان كان حداك ولكن دنيا هي هذي دنيا ما دايمة لحتاش يحد لو كانت دايمة لا دام فيها سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام ولكن دنيا ماشي انتعنا دنيا زرش دقائق كل شي غادي يفوت وكل واحد غادي يمشي عند مولانا حسن حاجة غادي تديري للروح انت عمر انك تهديها صدقات وتهديها قرآن سري زري في القبار غادي يسمعك اهدي القرآن اهدي الصدقات لانه ربي غادي يقدمهم له وغادي يوصلوه في المقام دياله بلي انا وهذه الهدايا من عند مرتك حاولي انك تعيش مع الدنيا حاولي تسمعي قصص الانبياء باش تستنسي باش نداز عليهم وتعرفي بلي انك ماشي بوحدك لداز علي هذا الشي وكي يداز عليك فاس من هذا الشي ولكن صبر واتبات انا عارفة بلي انا وهذا الشي ما كيحس به الا اللي مجربه ولكن تأكدي بلي انا ومولانا ما غاديش يخليك في اي وقت تضعت في ديالك ترقيب اب ربي ما تخليش صلاتك وما تقوليش حال طلبت ربي وش حال درت وش حال فعلت وفي الاخير ربي ما استجبلي حاشا ولكن هذا كان قضاء وقدر هذا هو وكر اللي عمر دياله الامراض و الى ما اخيره هذا شيء تبقى غير اسباب ولكن انتهى الاجل حاولي انك تشد في صلاتك و تقربي من مولانا و تطلبي من الله يرزقك السكينة و الطمأنينة اما بالنسبة لدوك الناس احسن حاجة غاديه ديك باقيه انا وغادي يخرجك من المغريب باش انا كي تبقى ديما بعيدا لهم فضمتم في رعياتي لله و حافظين تلقوا بعد غضاء ان شاء الله فما تنسوش انكم اضغطوا على زر الاعجاب باش انا كم تدعموا هذا المحتوى ضمتم في رعياتي الله و حافظين تلقوا بعد غضاء ان شاء الله صوت و صورة سلام سلام